ده قبل ما اتكلم على مباريات الدوري العام المصري فيه نقطتين بس كده هتكلم عليهم النقطة الاولى بخصوص اليورو ونقطة التانية بخصوص موضوع الاهل والزمالك سانية يعني هو اكيد هبقى معنا في ضيوفنا النهاردة طاري شعبان وعويس هنتكلم باستفاقة ده كبيرة جدا ومعنا تصراحات المتحدث العالمي لدي الزمالك وعمل معنا امور كبيرة جدا في برنامجنا ومعنا وهنختب برنامجنا النهاردة بفقرة التريند مع زمالتنا العزيزة ديما بكل امانة وبكل الصدق عزيزي بس نتكلم عن نقول ان اليورو والناس كلمت اليورو ومنهم من بابي قالك اليورو هتشوف اليورو احسن من قطر 2022 لكن عزيزي اتوقف عند نقطة مهمة جدا بعيدا عن فنيات في الملعب تنظيم قطر 2022 فاق كل التوقعات والتخيلات اللي ممكن تتفكر فيها لسنين جاية طويلة يعني عندنا يبقى كاس العالم ان شاء الله يا رب مصر تبقى موجودة فيه ان شاء الله ان شاء الله 2026 في كندا وامريكا والمكسيك اعتقد ان امور الصعابة بالنسبة للمرغم ان هناك بنية تحتية كبيرة جدا في كل من كندا وامريكا تحديدا طبعا والمكسيك اليورو شفنا شفنا الملعب اسقف الملعب مخرومة المياه بتنزل منها ارضيات الملعب المياه طلع منها وبيمسحوها بالمساحات في على اللوحة الاعلانية النحل وعمل عشي النحل عليه لا امور كتيرة بنقول الحمد لله قطر كبلد عربية فاقت كل التوقعات في طبعا كاس العالم 2022 على ارض الواقع في كل بلد فيها الصالح والطالح في كل بلد فيها الجميل والسيء لكن دايما احنا بنبص دايما من منظور الاهم المانيا من اقوى البلدان الاوروبية من اقوى البلدان في العالم من اقوى خمس بلاد على مستوى العالم من كل القوى العسكرية القوى السياسية والقوى الصناعية والقوى والبنية التحتية وبعد قبل كده كان فيه المانيا الغربية والمانيا الشرقية وتاحد الألمانيتين بقى عندهم ألمانيا قوية وقبل كده كان عندهم مستشارة ميركل كتسيدة حديدية وبتدير بشكل قوي جدا الآن في اليورو عايزين نقول برضو ان فيه عندنا انا حبيت اعمل ربط بس بسم الله ما شاء الله عندنا برضو احنا بنية تحتية على اعلى مستوى بنية تحتية محترمة جدا في مجال الرياضة وان شاء الله تنمى كل الاشياء الجميلة اللي بنعملها في العاصمة القدرية بنعملها في ملعبنا المختلفة وان شاء الله تبقى الامور بنسبانا ان شاء الله في مصف الدول المتقدمة في مجال الرياضة ده كان موضوع حبيت بس اتكلم فيه واكيد هتكلم عليه ربط باستفادة مع ويس وطرق شعبات